السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احلى اخوات في العالم شرح سريع كده حبيت اشاركه مع حضراتكم لو عندك مشكلة في شبكة الواي فاي او الشبكة بتقطع على التليفون او حضرتك عندك مشكلة على شبكة الاتصال نفسها هنحل المشكلة ديت بخطوات سهلة جدا طيب قبل ما نبدأ في شرح اليوم لو حضرتك اول مرة بتشوف قناتنا على اليوتيوب اكون سعيد الحظ لو حضرتك اشتركت في القناة وفعلت زرار الجرس علشان يوصل لحضرتك كل جديد واتمنى من كل اخواتي واصدقائي مشاركة الفيديو علشان المعلومة توصل للغير وخلونا كده نشوف الطريقة خطوة بخطوة مباشر كده حضرتك هتفتح الضبط ومن الضبط هننزل تحت لحد ما نوصل على الادارة العامة ومن الادارة العامة هندخل على اعادة الضبط ومن اعادة الضبط هنختار الاختيار التاني مهم جدا علشان حضرتك ما تحذفش ولا صور ولا فيديوهات ولا اي ملفات تتحذف عندنا الاختيار التاني اعادة ضبط الشبكة لما حضرتك بتدخل على الاختيار التاني هنا بيعمل لي اعادة ضبط للواي فاي اعادة ضبط البيانات الهاتف البلوتوث وكمان الشريحة بتاعتنا وتقدر لو حضرتك عندك خطين تضغط على القائمة المنسدلة وتختار الشريحة التانية طيب ايه اللي هيتحزف معنا اللي هيتحزف معنا اكتر حاجة هتتحزف الرقم السر بتاع الواي فاي والوضع الداكن ده بيخرجنا من الوضع الداكن انا بس حبيت اقول لحضرتك من باب الامانة في الشرح هعمل ارجاع ضبط وهكتب الرقم السري وبعدين التالي وبعدين هقول له اعادة الضبط وفي ثواني هيعمل لي ارجاع ضبط للحاجات اللي احنا ذكرناها من شوية زي ما حضرتك شايف شبكة الواي فاي اختفت معايا وفتح لي الفور جي او فتح لي بيانات الخط يبقى انا لازم اكتب الرقم السري بتاع الواي فاي مرة تانية ولو خرجني من الوضع الداكن ماشي نرجع الوضع الداكن تاني ما خرجنيش من الوضع الداكن انا كده عملت ارجاع ضبط للشبكة والشبكة الاتصال وهيفرق معانا بشكل كبير جدا وبكده يكون انتهى شرح اليوم اتمنى ان انا اكون افتح حضرتك ولو بمعلومة ولو استفدنا بمعلومة ياريت ندعم الفيديو ده بلايك اشترك في القناة علشان يوصل لحضرتك كل جديد شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته